ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وذلك بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية وفقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعة وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء العمل الخاص باللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعا لها وقد طالبت اللجنة مسؤولي الكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بالعمل على استفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير المستلزمات المطلوبة لهذا كضرورة عاجلة لحين قيام هذه الكنائس باستكمال باقي اشتراطات الحماية المدنية وفقا للكود المطبق في هذه الحالات